في نفس الوقت غداً سيزور تبونهم السعودية سيذهب إلى خائن الحرمين الذي يعبث ابنه اليوم في السعودية في أراضي المقدسة المسلمين عبث غير مسبوق أصبحت من أراضي المقدسة إلى أراضي البلوت إلى أراضي الكارتة وأراضي مشايخ السلافية اللي كانوا يقول لك صوت المرأة عورة صوت المرأة عورة أصبحوا يجلسون في جلسات مختلطة والكارتة والدومين وأصبح يقيمون لها حفلات وأصبح الحافلات والعري والراب ومن يشعارف في مكة والمدينة واحد العبث يجري في تلك الأرض المقدسة اليوم إلى درجة والله إني أخشى أن يصيبهم الله بكوارث لن يكون لها حل شيء مهول شيء مرعب وكانوا غير خلوه في الرياض وجدة ونقلوه إلى مقدسات المسلمين مكة والمدينة هذه أقدس أراضي المسلمين بل أن بعض علمائهم واللي صدعوا رؤوسنا بفقه شديد التخلف شديد التزمت شديد الغباء أمس هذا أحد الآن اللي انقلب على عقيبيه شي سموه هذا ذكر أسمه عايد القرني شن هجوم عنيف على معتمرين أتراك لأنهم نادوا بالقدس وقالوا أن القدس أرض مسلمة والقدس للمسلمين شن هجوم عنيف عليهم وطبعا الحكومة هناك لقات عليهم القبض وكوارث فقط لأنهم قالوا أن القدس للمسلمين انقلاب هائل إذن تببون رح عندهم وهذا يذكرني بزيارة مجرم الحرب المجرم ضد الإنسانية خالد نزار في جونفي بالضبط تقريبا في مثل هذه الأيام 1993 كانت منتصف جونفي مرور سنة على انقلاب يومها وذهب إلى المخبور فهد والتقاه وجلس معه ويقول في مذكراته خالد نزار أن فهد احتفى به احتفاء كبير فرح به فرحة كبيرة وأنه قالوا هؤلاء ليسوا بمسلمون العصى بمسلمين العصى 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 موجودة أيضا هذه في الانترنت لمن يريد أن يتطلع وقد نشرنا في فيديو وترجمنا المذكرات خالد نزار ترجمنا المقطع كاملا لأن خالد نزار يومها قال طبعا نصدر الكتاب قبل حوالي 20 سنة في بداية 2001-2002 قال يوم يجب أن أقول لي يعني لصحابنا الاستئصاليين صحابنا ويظلوا يسبوا في السعودية ويظلوا يسبوا خلنا أقول لكم حاجة يو هذا النظام السعودي رح كان معنا ورح يقف معنا وقال هو وصف ماذا حدث في لقاءه وتبادل كلمات مع فهد وكيف أن فهد شتم له علي بالحج شتيمة كبرى وشتم له عباسي مدني وقال له هؤلاء من يشعر ليسوا بمسلمين كفرهم تكفير على المباشر ومن بعد جاء خالد نزار قال وعدتوا محملا بالمليارات يومها نشرت صحافة 3 مليار دولار 3 مليار دولار يومها كان مبلغ هائل وبهذا الأموال اللي جابوها من عند السعودية ساهة مثلهم كانت اللي مدوهم بالأموال السعوديين أساسا والفرنسيس لكن الفرنسيس مهيش مش مباشر عن طريق الـ FMI سلفونا الدراهم ومن بعد ركعونا وجابوا ويحيى كسر واش كان باقي في الاقتصاد كسر إذن جابوا الملايير وهذيك الملايير يسرت لهم وسهلت لهم حرب قدرة شديدة القدارة ضد الشعب الجزائري شعب تفع فيها ثمان غالي تبون إذن رايح هناك العريب فيما لقاءه اليوم في قطر خلنا نقرأ لكم مقطع صغير مما جاء في الخاتمة في الندوة كما سموها الندوة الصحفية أكد رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون الثلاثة وجود توافق تام بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تامين بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر قال تبون كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي وعرب الرئيس تبون عن أملي في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر هذه مهمة جدا حطه تحت 36 ستر معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر على زيارته له هو للعصابة لأنه عندما يأتي حاكم قطر للجزائر فإنه يعطيها شرعية معينة وحاكم قطر لا يملك فقط الجزيرة يملك الجزيرة وهناك مواقع كثيرة وهناك قنوات بشكل أو بآخر تابعة لقطر أو على الأقل تساندها قطر فطبيعة الحال كل هذا سينظرون إلى ما فعل أمير قطر وحاولوا يكونوا ضمن الخط هذا لكن الغريف الأمر هو عندما يقول شخص أن هناك توافق تام توافق تام تافقنا على كل شيء كون قال مثلا تافقنا على بعض القضايا نستفهم تفقوا على بعض القضايا اختلفوا على بعض اتفقنا في الاقتصاد لا تفقوا في الاقتصاد اختلفوا في السياسة اتفقنا في القضايا الدولية اختلفوا في القضايا الدولية اختلفوا على القضايا العربية مثلا هو قال توافق تام في ماذا؟ في سواء كانت في القضايا الاقتصادية أو سياسية أو شهوية أو متعلقة بالشأن الدولة وجهوية متعلقة بالشأن العربي ما كاش حاجة بدبلوماسية اسمها توافق تام إذا سمعت شخصين يقولوا أنا توافقنا توافق تام رئيسين دولة فاعرف أنهم يكذبون أو أن دولة خاضعة للأخرى بمعنى أن أملت عليها ما يجب أن تفعل المصيبة في هذه العصابة أنهم يقولوا مع القطريين يقولوا توافقنا تام تبعوهم بعد يومين يكون في السعودية رح تسمع نفس الكلام ورح تبقون يقول نفس الكلام توافقنا توافق تام في القضاء الاقتصادية والسياسية وما يتعلق بالقضاء العالم العربي والقضاء المتعلقة بالعالم بالشأن الدولي إذا توفقت مع قطر في كلش وتوافقت مع السعودية في كلش ونحن نعرف أن السعودية وقطر في حرب ضروس حرب على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي على المستوى التكنولوجي على حصار قطر محاصرة وفي 2017 كاد أن يسحقها السعود والنهيان بن زايد الأمبياس والأنبيزات لا يمكنك أن تكون متوافق تماما مع قطر وفي نفس الوقت متوافق تماما مع الإمارات وفي نفس الوقت متوافق تماما مع السعودية الإمارات والسعودية السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة في حروب في ليبيا يتحاربون في سوريا يتحاربون في مصر متصارعين لأن أنت تكذب أنت تكذب أنت لا تعرف القضايا الدولية ولا تعرف كيف حتى تطرح وكي يعد عندك مستشارك دبلوماسي كما مستشارك العسكري والأمني مجاهد تروح بعيد راح ينطرحوا بعيد بهذا المنطق وبهذا التفكير والله ماكم إلا كمشاء أنت أغبياء وجهلاء إضافة إلى أنكم سفهاء وقتلاء ما صيركم بائس ما صيركم بائس واني نشوف فيه رأي العين لأنكم تريدون أن توقفوا حركة التاريخ تريدون أن يظل هذا الشعب أسير عندكم وأنتم لا مستوى علمي ولا مستوى فكري ولا مستوى أخلاقي ولا مستوى في أي مجال وهذا الدليل نتوافق مع الأمير القطر في كل شي وقد ويرح للسعودية يقولون أنهم متوافقوا مع السعودين في كل شي وبالآخر الشيء يريح باعثينه إلى الإمارات متوافق في كل شي عبث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر